اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لأي مواطن شادي بدأت الحملة هذه منذ أسبوع بعد التشجير وغرس الأشجار حيث عمت جميع الأراضي الوطنية وسرعان ما تبلورت الفكرة ووصلت قواتنا المسلحة الوطنية الشادي الباسلة حيث كانت المحطة الثانية لسيدة البلاد الأولى هنددي بإدنو مكان بداية المناسبة مستشفى النهضة حيث رجال الدرك الوطنية ترأسهم الوزير المندوب لدى رئاسة الجمهورية المكلب بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى ودحايا الحرب الجنرال بسار عيشة جاد الله مقابلة امتجت بروح الوطنية وسليك المواطنة حيث خام رجال الدرك الوطني بنزع كل الإعشاب المترامي على أرض مستشفى النهضة رجال الدرك الوطني بكل فئاتهم ومراتبهم العسكرية العالية منها والعادية والكل جاهز من أجل نظافة المستشفى أما المحطة الثانية لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو فكانت مستشفى صداقة شادية الصينية والتي كانت من نصيب رجال قواتنا المسلحة البرية وتلاميذ وضباط المدرسة الوطنية العسكرية وهناك كان في مقدمة مستقبلي سيدة البلاد الأولى مدير المستشفى الدكتور عمر حمدان إيجامر وتقم الأطباء العاملين من مستشفى الصداقة الشادية الصينية نفس النفير ونفس الحماس شهدته أيضا المستشفى حيث هم العسكريين وضباط وتلاميذ المدرسة العسكرية بنظافة المستشفى والتي تمثلت في قطل العشاب ولم القمامة وكل الأوساق التي تتواجد في عنابر القرف حملة اليوم بما أنها حملة وطنية تسعى من أجل تغيير السلوك اليومي إلا أنها كانت عسكرية من الدرجة الأولى ويأتي هذا الاتمام تلبية للنداء الذي قدمه فخام الرئيس الجمهورية إدريس دبيتنو في بداية الحملة يوم أسكار نجياد قمبلة من أرمية ديمة لليس هموا بس شعالو غالو أنين من الأساقر والانسغال لنها أمرغو دعنا بس نمرغو أوالناس وعلم شاهدتو شفتو تميني غريب تسعو بتالان نجمينة دا كل أسكار بس موشون الدفون ونطلب من أخوان الاخرين الأساكر الغايدين في المودونا تانين هموا بكولو أبالنا سيد الرئيس دا ويومش يجوش لنا لأن زمان نشوفوا أرمية يمشي داويس يمشوا في الحرب يمشوا في الفرون زي ما هموا بقولوا أشاق فوا مرال مرال لكن اليوم المرال لقينة في القشين مرال لقينة في النتواجاج وارمية شقر الوصفونة اليوم دا لأن هموا بيقول لنا مسل الرمز لأن اليوم في دول أرمية فيه لكن زي مصر أرمية ناسيونال تشاديا ما فيه كان حرب غاية أنين قادين كان بكوها راما نينو وقفنا واليوم الحنبول الدفيهان الوصاحة والنظافة دا هموا بيشالو غموا نتواجلين الوبيتال وزي ما تعرفوه الوبيتال دا ولا حانيانا ولا حاناكم انتو ولا حانا أرمي حانا تشاديان كلو أي نالو مشا في لابتان كان عندك أهلك مردان ولا كان انت تغايد تغارده مالات كلو باودا كان عددتك والوصاحة كان غايد لدحابة الشيلا مرت وطمرك فوغا واليوم غراسة وفورسة ديفانزة السيكوريتين همون قالوا نون خلينا نجوم لنضفوا لابتان لأننا ننطلل تشاعب دا السحة السحة أول شي دونك من قاشد كلو نقوتو وقاشد موروغو تشوفوها در أزبو أزبوين باودا كلو تقامافي المهطة قبل الأخيرة فكانت من نصيب رجال قواتنا المسلحة الجوية اجتمع ضباط السلاح الجوي والأسكريين وكل موظفي القوات الجوية من أجل نظافة مستشفى الأم والطفل بأنجمينة والتي تعتبر من نتاج الأمل الاجتماعي والتضامن الوطني الذي استنه فقامت رئيس الجمهورية إدريس دابيتنو وفور وصولها مستشفى الأم والطفل فكان في مقدم مستقبلي السيدة الأولى للبلاد هندى دابيتنو المدير الأم لمستشفى الأم والطفل الدكتور محمد عبد السلام وطاقمه الطبي الذي يضم الجراحيين والأطباء والقابلات وكل الآملين في المستشفى والهدف كله واحد هو تغيير السلوك اليومي والسعي إلى بيئة نظيفة خالية من الأمراض المحطة الأخيرة لسيدة البلاد الأولى هندى دابيتنو في هذه الحملة الوطنية والتي بدأت منذ أسبوك كانت في المستشفى العسكر التخصصي حيث كان هناك كل رجال قواتنا المسلحة الوطنية الجادية يتقدمهم الوزير المندوب لدى رأسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضهاي الحرب الجنرال بشارئيس جاد الله ووزير الصحة الأمة السيدة أزيز محمد صالح والقائد العام لقواتنا المسلحة الوطنية الجادية الجنرال إبراهيم سعيد محمد وعادت من كبار الضباط والعسكريين من قوات حماية مؤسسات الدولة وبعد أن أشرفت على حملتها الأخيرة قدمت سيدة البلاد الأولى هندى دابيتنو كلمة ضافية تناولت فيها أهمية هذه الحملة الوطنية وشكرت أيضا رجال قواتنا المسلحة الوطنية وقالت أن القوات المسلحة الوطنية هي موجودة في كل مكان ومن أجل هماة الوطن وكرامته ومن أجل الوقوف مع المواطن في أي نشاط من جانبه قدم الوزير المندوب لدى رأس الجمهورية المكلب بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى والضحايا الحرب الجنرال بشار رئيس جاد الله كلمة تناول فيها أيضا أهمية هذه الحملة وقال يجب أن تستمر هذه الحملة وتشمل جميع الأراضي الوطنية الجادية رئيس أمان ندأ لكل الشعب الشادي والقوات المسلحة وقوات الأمن لننظف أي واحد بكاد ونحن اخترنا المستشفيات وفي المستشفيات تعرفوا أي واحد مننا والله هو والله سرطة لازم يوم من الأيام بيمشي المستشفى والمستشفى كما نضيف الحياة ذاته حتى الأكل زي ما يسا قالت البريمير دان الزول حتى كما دائر بصلي كما دائر تعبت كلها كما ما بقيت نضيف العبادة ما معقولة ما مقبولة ونحن لبينا النداء أنا الرئيس ومن ساعة ستة ونصف نحن قاعدين أي واحد أي أسكر قاعد في مبكانا وزي ما شفتوا تمريته معنا نحن نحتبروا الله ساعدنا نجاحنا فوق هذا المدر ومستعدين نباكر وباعد باكر ما نحن ما فيش نجي للحرب ولكن لازم للتطور وما في تنية بلا أمني وما في أمني بلا استقرار أما الوزير المستفيد من حملة هذا اليوم سيد أزيز محمد صالح قدم شكره الخالص لرجال قواتنا المسلحة الوطنية الجادية وقال أن هذه البادرة تعتبر بادرة وطنية من الدرجة الأولى نشكر أولا رئيس الجمهورية كان طلب من كل قوات المسلحة والأمني اللي اليوم يشاركوا ويساعدوا كل المشتشفيات من جمينا في هذا المجلة النظافة والنظافة زي ما الأخوان قلموا قابلي هي النصيها زي ما تعلمون اليوم نحن هالينا في وقت خريف والخريف بيجي بأمراض بخاصة الكوليرا كوليرا موجود في دولان المجاورين والشيء الأول يتهر لتشهدين ما يموت بالكوليرا هو أولى النظافة وده نطلب من كل الشعب التشادي من كل جانب في كل الأحليم ليتابوا هذا المسل والنظافة هي تكون مستمرة وتكون يوميا حملة بدأت بغرس الأشجار وتبعتها تنظيف المرافق الأمة للدولة وستواصل حتى تعم كل المؤساة الأمة والخاصة للدولة وستشمل أيضا دور الإبادة المتمثلة في المساجد والكنائس كما قالت السيدة الأولى للبلاد هند ديبي إتنو